السلام عليكم صباح الخير يارب انك تسعد هالوجيه السافر يا كريم الجميع من سأل عنه قولت رايب ألف خير وبألف نعمة يارب لك الحمد والصد والصد عاد انه ما بوحد يسأل عنه الا الوالد هالله يحافظه يحافظ لكم كل غالي والمر والمر بعد ما بتسأل عنه حب اللي خايفة على خياشها أرز لا ينقطعن عن البيت بس حقينا سناب يقولون سيدا ودي قلدهم أنا خباركم يا رب عنه لكن يقولون يطول العمر النشك مثل بيت الطين بسنين الهدام ما يعرف ولا يدرب اي وقت يطيح على روس أهله شك بين الازواج انا اقول انه من سنين الهدام الله اقوله وامين يرزقنا باللي يصون عرضنا ويخاف على سمعتنا ويخاف الله بنا هذه مرة بليت لها برجل يشك بظلالها اللي يمشي وراه يا منتوب الله والحمد الله انه صارت هالمره عاقلة والحمد الله انبوه من حريمنا مثل هالعقل هي دارية انها الرجل امتزفيا وامتتب عن ظلاله ويتلقط علومه ولو ثقبه ومسكته ما قالت له شي لانه لو قالت له مراح يفيد الهرج خاصة بالمواضيع ذي لا داري اصلا الا هي اهله اهله اللي قال انعليه اللي عزيز انعليه صديقته عمته ابوه امه اخوه ما حد داري بس سالفه لانه مرث عاقله وتعرف شون تصرف مع الامور اتصلت على اخو الله يوم من الايام وقالت له ترى هاك اليوم يبغي ابو ابو فلان اللي هو رجله وابيك تمرح عندي جسرا ابيك يا اخي� لو صارت الساعة ها الفلانية وهي عارفت ان ساعة رجله متى يجي البيت متحزت نومه قالت ابيك لو صارت الساعة ها فلانية طل عمر ابيك تيجي تمرح عندي ولمنك اصبحت افلح ترزق الله بس بك الجسرا بالليل قاله والله ابشري بعز السجل يا خيتي ابشري متى تبيني ناجي قالت ابيك تجي على الساعة 11 ولها رجله يجي على الساعة 10 و10 ونص يجي قبل هالوقت قال له ابشري وكاد يطلع عمر وإلى هاك الليلة اللي مواعدة به أخوة يبي يجي وإلى جاي أبو فلانة اللي هو رجلة على العادة يبي على ما قال الله يسولف مع حرامته ويبي يحط رأسه ينام ومحرط الأخوة وهي تنزل تنسبل من رجلة وتروح تفتح له بويب وتفتح له باب المجلس وتحط له هكا فريش ويحط رأسه ما عنده من الشيطان طريد ولا يدري عن شيها ويتسك البويب على خيه بالمجلس وتنكث الرجلة وهذه سالفة غادية وهذه سالفة جاية من عرض السواليف قلت له تكفى يا بو فلانة بيك تفصخ مقطعي وتعلق وتكفى قال والله بشيري بس ويفصخ مقطعه ويعلقه والله تكفى ومسك هالقلم تكفى بيك تكح العيناتي وخذ هالحمر ذا وهالأصفرة بيك تروجا وبيك تملحا وتصفرا وتحمرا واستانس الرجل طق طبوله استانس هالليلة قال ما شاء الله هالمرة طرالي الليلة يا بو فلان انك انت اللي تسنعا وانت اللي تصفرا وانت اللي تحمرا انا بشوف ذوقك يا بو فلان وهو يطير ابن فرحة عاج عاج ما صدق خبر الشاهد تمت سواليفهم وتم ضحكهم يطلع عمره ويجدع راسه وينام على هالنومة عندنا تدي عليه ولنا ما ليدخل يوم الذنا فجر وهي تنغسوا بهاك الجذع قالت قم قالت قم يلا قال المسجد وقابل ما تحول المسجد تطق على الرجالة بالمجلس خلوه يصلي معك ازعده قالوا شو وش رجاله وش السالفة قالت قم قم ازجد الرجال وتعرف منه وعلمه انك ما جيت الى الساعة انتين ولا جيت تلال ليل انك ما كنت في الديرة ولا منك جيت وتقهويت الصبح وافلحته تعال يمي ابيك ازمن فراشه وهو ما يدرش الطبخه ولا يدرش شعليه يروح يدد الرجال وطلعه اياه وارجعه من المسجد وتقاهوه والشاهده انه افلح خيه راح ولا يدرش الطبخه وهو ينكس يبيشوف العلم يبيشوف ش السالفة والسالفة هالرجل والسالفة اخوه اللي جاي نيم وهو ما دري عندت وش اللي بالت وش اللي انت سويتي الرجال شو اندخل قالت اسمع العلم اللي يصلك ويعقبك يلون برأسي بلأ يلون بيع مفتاح من مفاتيح بليس او باب من ببان الشيطان والله ما يجي اهزله الا انت لكن اغد رجل وشكك مهو موزفن هالسوالف شكك بيهدم بيتنا على روسنا وهذا الرجال فات للبيت وعلق ذوقه وانت موجود ولاجب تخبره شكك ما نفع الليلة هاللي فاتت واسمع العلم اللي يصلك ويتعداك الليلة هاللي فاتت الرجال فات للبيت ودخل على المجلس يطل العمر وانت اللي بيدك علق تهدومي وصوفرت وحمرت ولمعت قم قم يالله تبي توصلا ولا زهمت على اخوي يجي اخذ يا بنت الاجوات يا امو فلان يا الحبيب يا اللبيب تكفين هاي مهب هاي تبي تقرسله لكن داري تنهي ان الهرج ما بفايده لو جد تقول وراك تشك بي وراك ما شكيت بي قالت ابو وريه بعينه وهذي حكمه انا اعتبر حكمه وانا ما ادري وبكل الاحوال ما رايح تقبل بك اي مرة اذا كنت شكبة وشكك بمحله ومسكت فاندذوي فاندذوي لا ترضابه لا مرتن عاقله ولا مرتن مرجوجه واذا كان يشكك مهب بمحله ومن دعاوي سبليس ومن دهلي سبليس يطول العمر فالمره مات بيال الرجل اللي شكبة ويخونه قم قم وصلا لها لي ولا دقت على اخوي قم انتني بالرجل اناه وتكفين والله ما عود والله يا بنت الاجواد ما عود له وعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتكفين وهي مهبهي وهي ناويت انتقرس له وهي مرة يقف البلفان قالت لا توصل لها لي وخلنا هوجس لي شهرين ثلاثة ولا مني هوجست ارد لك لك الوقت بعض الرجال يقول ما يكثر حرصه على مرته الا من حبه له لكن حنا نقول اعوذ بالله من همزات وغمزات الشياطين والله يحفظنا ويحفظ لكم كل غالي ما يختلف عليها اثنين انه درب من دروب الشياطين الله يعيذنا منه لكن بعد ان الواحد يخلي الدرعة ترعى هذه اردة من الاولة لا تشد ولا ترخي ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا